بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الرسول لله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نتناول عرض موجز لكيفية عمل باستخدام مايكروسوفت باور بوينت 2003 هندقل من قائمة start all programs microsoft office ثم microsoft office power point 2003 بدأ بيحمل جابي الشاشة اللي قدامنا طبعا ممكن من هنا نقوله create a new presentation او من قائمة file هنقوله new فقال انت عايز blank presentation ولا من design temperature يعني في عندنا نماذج موجود قبل كنا نختار منها لا احنا هنجيب blank presentation فجاب لي presentation عرض مكون من صفحة واحدة بس او شريحة واحدة بس الشريحة دي واضح ان احنا عندنا عدة مخططات للشرائح ممكن يكون الشريحة بتاعت عبارة عن عنوان رئيسي وعنوان فرعي او عنوان رئيسي فوق او عنوان رئيسي وكتابة تحتيها او عنوان رئيسي وكتابتين في اكتابة في حمودين او فضية او يكون في عندي صور وفيديو وممكن ننزل تحت نلاقي في اشكال كتيرة جدا عايزين اربع صور وعنوان زي ما احنا عايزين طبعا ممكن احنا من هنا بسهولة نختار blank presentation او blank slide آآ علشان نبدأ ان احنا نصنع البرزنتيشن بتاعتنا زي ما احنا عايزين يبقى احنا كده عمان عندنا صفحة واحدة لقدر نكتب فيها طبعا عايزين كمان صفحة ثانية وثالثة وربعة بسهولة ممكن من قيمة insert new slide فجاب لي صفحة جديدة ممكن عن طريق F4 ان انا اكرر العمل السابق يعني دوس دولات F4 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 فانا اتكرر العمل السابق اللي هو اخر عمل اللي كنت عملته اللي هو من قيمة insert new slide بس الاسف اللي جابها لي كلها بالنظام الاول اللي هو التايتل والتيكست طبعا لو انا عايز اغيرهم ممكن اقف على واحد واحد ودوس على blank slide ويغيرهم او يجوز ان اختار كله مع بعض وغيرهم مرة واحدة ازاي نختارهم كله مع بعض هنختار اول واحد وبعدين ندوس على زرور shift في الكيبورد ونختار اخر واحد يوم يختار لي اللي بينهم كلهم واختار على blank يبه هو كده جاب لي صفحات فاضية كتيرة ابدأ اشكلها زي ما انا عايز هبدأ اجيئ هنا في اول slide وهنفترض ان احنا عايزين نعمل presentation عن التدريس باستخدام التكنولوجيا المفروض ان هنا عشان نكتب ما ينفعش نكتب عادي داخل slide الا باستخدام التكست بوكس فهنجيب التكست بوكس هنا وهنبدأ نكتب التدريس باستخدام اه نلاحظ انه بيكتب انجليزي يبقى هنرجع backspace و alt shift يمين عشان يحوله لعربي و alt shift شمال يحوله انجليزي او ممكن من تحت خالص من ناحية اليمين نيجي هنا Arabic ونغير Arabic او انجليزي زي ما احنا عايزين ندروا لتواجب العربي هنكتب التدريس باستخدام التكنولوجيا نلاحظ ان احنا عندنا الكتابة دلوقتي صغيرة فبسهولة ان احنا نبدأ نتكبر الكتابة نلاحظ ملحوظة لو انا واقف جوه التكست زي ما قدامنا دلوقتي انا فيه كرسور جوه التكست بوكس لو جيت اكبر دلوقتي اقوله مثلا 24 او 36 بيكبر الكلمة بس اللي نوقف عليها لكن انا لو عايز اكبر كل الكتابة اللي جوه التكست بوكس المفروض ما اكونش واقف جوه التكست بوكس اكون واقف على التكست بوكس من بره يعني لو ضغطنا هنا كده يبقى كده مختار التكست بوكس كله على بعضه حتى هو هنا اكتب لي 18 plus يعني الفونت هنا 18 وزيادة لا انا روح جاي النازل من هنا مخالي 36 لان هو غير لي الفونت كله ممكن ننزل طبعا اخليه 44 يبقى كده ايه كتبنا كتابة ممكن اجي في السلايد التانية ويابدأ اكتب بعضه تكست بوكس بس هلاحظ ملحوظة ان انا هابدأ اكتب التكست بوكس وبيكتب لي بفونت 18 طبعا هابدأ اقع في نفس المشكلة ان انا هكتب كتابة وتطلع صغيرة واكبرها فانا هدوس سكيب عشان انهي اي امر وهكبر الاول الفونت بتاعي قبل ما ابدأ اختار التكست بوكس اخلي الفونت 36 وابدأ اختار التكست بوكس واكتب هنا مثلا تطور سبل التدريس وارجع اجيب تكست بوكس تاني وكتب نلحظ ملحوظة في بعض الناس تروا عاملة كده ده مش كويس ليه لان انا كده يعني لو جينا نكتب هلا ان هو تقايد بالعرض اللي انا اقيل له عليه وبدأ ينزل طولي لا انا هامسح ده هقف عليه وادوس ديليت وهاجيب التكست بوكس وهبدأ اكتب كلاكة واحدة بس واكتب التدريس مشافهة وانجيب عنوان تاني التدريس بالكتابة مفيش مانع ناجي في السلايد اللي بعديها وابدأ اكتب تكست تاني التدريس باستخدام الوسائل المساعدة و تكست بوكس التدريس باستخدام التكنولوجيا انا كده كتبت الكتابات اللي عندي بس واضحنا ان انا شغال ابيض واسم ما ينفعش انا عايز اخلي البرزنش بتاعي كويس فهاجي اختار التكست بوكس ده وهاجي من هنا من عند حرف الا انا ان اكتب عليه فانتكست بوكس ده اختار الفانتك اللي انا عايزه ولو الفانتك اللي انا عايزه هبدأ اختار مور كالرز وادخل اختار الكالر اللي انا عايزه وامدأ اختار اللون اللي انا محتاج له سوف أغيري اللون أبدأ بردو هنا أريد أن أجعل الشغل أزرق فأجي من هنا لأنه سوف تضيف اللون الأحمر إلا أنا أضفته من الـ Custom Colors أبدأ هنا أختار مثلا الكحلي وعيزه يبقى ويتاليك وـ Underline واضح أن لو أريد أن تعمل نفس الكلام هنا أبدأ بردو أختار الفونت أخليه أزرق وـ Bold وإيطاليك واضح أنها تبقى عملية مميلة لو أنا عندي خمسين ستين عنوان وعايز أخليهم كلهم زي بعض فأنا هأعمل حاجة بسطة جدا هنشوفها مع بعض دلوقتي هنفترض أنه طبعا ده عنوان فرعي فهنخليه بلون تاني بس يكون غامق شوية ما يفضلش زي ما هناخد كمان شوية إن شاء الله نحن ما نستخدمش ألوان تكون فتحة على خلفية فتحة دلوقتي ان اخترت اللون الأخضر وهأعمله بولد وإيطاليك طبعا عايزة عنوان كلاته من هذا القبيل في عندنا حاجة مهمة جدا في البنت براش اللي هي الفورمات بنتر إننا لو حبيت أخلي العنوان ده زي ده فأقف على العنوان الأولاني اللي هو السورس وأدوس على البنتر واجه أدوس هنا يخليلي الفورمات بتاعة التكست بوكس ده زي التكست بوكس الفقين بس المشكلة هنا إننا لو حبيت أخلي العنوان الثالث زي البقيين هكار العملية مرة تانية هاجه هنا واختار على الفورشة اللي قدامنا وأدوس على العنصر الجديد ممكن إحنا نعمل حاجة بسطة جدا لو عملنا قمضوض الوقت عشان نلغي ده فيه عندنا إننا ممكن أشغل النسخ الفورمات أو نسخ التنسيق عدة مرات إننا هاجه على الفورشة اللي قدامنا دي وهضغط double click فأجي هنا راح مغير لي دي ولسه الفورش شغالة معي أجي هنا أجي هنا أختار إننا عايزه وبعد ما خلص خالص هدوس اسكي ودي بتوب مفيدة جدا إننا بعد ما خلصت البرزنتشن بتاعي اتضح لي إن العنوان كلها عايز أغير شكلها فبسهولة جدا هغير واحد وعن طريق الفورشة دي وهبدأ أغير بقية العناصر عايزين دلوقتي نبدأ نغير في الخصاص بتاعتنا عايزين نحط صور سهلة جدا من قائمة insert picture ممكن أجيب من clip art صور موجود عنده أو في run file أكون أنا مجهز ملفات وعايز أضع منها صور لو جينا بصينا معنا في عندنا مثلا جوة my pictures في sample pictures double click عليها ممكن أحشر أي صورة نعيز أوليكم مثلا الصورة دي ألاحظ أن الصورة جات كبيرة جدا فغطت على الكتاب اللي عندي طبعا أنا لو وقف في النص كده هلاقي أن شكل المؤشر بتاعي عبارة عن cross وده يمكنني من نقل الصورة لكن أي لو جيت في corner ووقفت نلاحظ أن شكل المؤشر تغير وضغط وهبدأ أصغر 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 أيب أنا كده جبت الصورة دي وأحطها هنا طبعا مش دي الصورة اللي احنا عايزينها أنا بس إيه كدب أعمل مثال تعالوا نجيب الصورة اللي احنا عايزينها كده مثلا هنجيب من قائمة insert picture from file وليكن الصورة دي المثال على التعليم مشافهة وحطها هنا وعايز أجيب صورة تانية على التدريس بالكتابة من قائمة برضو insert picture from file وهبدأ أختار صورة تانية وحطها في مكان جديد يبقى دلوقتي عندي صورتين موجودين عندي هنبدأ نشوف إزاي نبدأ نراعي موضوع الإظهار والإخفاء طبعا نفضل نحن نحفظ الشغل بتاعنا عشان ما يضعش وليكن اسمه أو نخلي له اسم TWT مثلا Alt Shift يمين TWT1 تدريس باستخدام التكنولوجيا نراعي موضوع الزهر والإخفاء هناك ملحوظة مهمة أريد أن أوضعها لو ظهرت معنا لو واحد عن طريق الخطأ أفل وعايز زهارها تانية بسهولة جدا من قائمة تأتي له مرة تانية يبقى نبدأ نتحكم في الإظهار والإخفاء لأنني لا أريد طبعا لو أريد أن أعرض هذا الكلام هدوس على رمز الكأس وهو جايب لي شكل الشريحة بتاعتي بس واضح أنني لا أريد أن أظهرها مرة واحدة أنا أريد أن أظهر بالتتابع فبالسهولة ندخل من قائمة سلايد شو ونبدأ نختار واحد واحد ونقول له إضافة تأثير أربع أفكت موجودين في الدخول العنصر والإنفاسيز والإنفاسيز والموشن فهنفترض أن نأتي على تطور سبل التعليم وهنقول له أن نريد أن الدخول يكون فلاي إن لكن لاحظنا أنه من تحت نقول له فروم طب وممكن أن نأتي الفلاي مش مفضل قوي فهنجد على التدريس مشافهة وهنقول له الإنترنس بتاعها عبارة عن بوكس نلاحظ أن هو كتب لي هنا واحد وكتب لي هنا اثنين معنا أن دخول هذا هذا الأوبجيكت أو هذا العنصر هو سيناريو نمرة واحد وده سيناريو نمرة اثنين بنفس الطريقة هبدأ أدخل الصورة بتاعتنا وأدخل التدريس بالكتابة برضو ونلاحظ أن هو كل واحد بيدي له رقم جنبه بيعبر عن ترتيب السيناريو شيك بورد مثلا يبقى هنا كده عندنا خمسة لو جينا ضغطنا لرمز الكالس هنلا فيش حاجة ظهرة لو ضغطنا كليك نزل لنا تطور سبل التعليم تدريس مشافة ظهرت لما ضغطت كليك وبعدين الصورة دي وبعدين التدريس بالكتابة وبعدين الصورة اللي بعديها واضح أننا طبعا هدوش اسكيب عشان نرجع للشغل التاع العادي واضح أننا هنا عملت عرض تقدمي إن أنا بظهر الحاجات وراء بعضها مش ده بس السيناريو الموجود عندي ده ممكن واحد يجي يقول أنا عايز لما بعد التدريس بالكتابة ما تظهر قبل الصورة دي ما تظهر أنا عايز الصورة دي تختفي علشان الناس ما تقودش تبص على الصورة دي وما تاخدش بالها من الصورة دي سهلة جدا هاجي اختار الصورة دي واد افكت وهقول له اجزت خروج خروج ايه خروج عبارة عن مثلا تشيك بورد تعالوا نشوف مع بعض كده دي الصورة ده ده ظهر 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 اختفى نقول لا مش ده لحنا عايزين احنا عايزين إن النمرا ستة دي تطلع قبل النمرا خمسة فهاجي هنا في هنا ده السيناريو بتاعي هروح ضغط واطلع فوق سنة فلاحظ ان دي بقت خمسة وده بقت ستة يعني انا ضغطتك لك شمال وطلعت الفوق سنة فبدلي السيناريو مكان بعضه وهبدأ اشوف هلاقي ظهور 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 اخفاء ثم ظهور واضح ان هو ده اللي انا كنت عايز اعمله طبعا فيه حاجات تانية ببدأ ان انا اعملها هنبدأ ان نشوفها مع بعض ان شاء الله اشتركوا في القناة